الطمر الهندي في الفرن يا جماعة لأول مرة وحصري بصراحة وأنا بعمله بالطريقة دي قلتها تجربة يا صابت يا خابت بس النتيجة في الآخر أقسم بالله غير متوقع بالمرة يلا بنا نشوف عمالنا ازاي بس يا رد في الأول ما تبخلوش علينا باللايك في الأول خالص كده معنا طمر الهندي طبعا وزن القطع اللي في ايدينا دي 400 جروم ومعنا بقى صنية هنبدأ نقطع طمر الهندي للقطع الزغيرة وإحنا بنقطعه أي بزر بيزهر قدامنا بنبدأ نخرجه على طول احنا عايزين نقطع الطمر الهندي وندخل الفرن بدون أي بزر نهائي طبعا الفرن سخني جدا هنجيب بقى الشبكة للفرن نصر نحطها على أقرب رف من الصج من تحت ودرجة الحرارة بتبقى وسط هناخد بقى الصينية دي وهنحطها في الفرن كل شوية بنخرج الطمر الهندي من الفرن وندله كده تقليبة وندخله تاني بس عايزة أقول على معلومة مهمة جدا جدا لما بنيجي كده نخرج الطمر الهندي من الفرن بيبقى رطب معنا يعني بيبقى ايه كده ايه مش ناشف قوي لازم نسيبه خارج الفرن حوالي ديئتين علشان نعرف نحكم عليه إذا كان هو بقى ناشف معنا جدا ولا لا تمام؟ كل لما بنيجي نخرجه من الفرن لازم نسيبه كده حوالي ديئة أو اتنين علشان نعرف هو نشف ولا لا وهنا بقى بعد ما خرجنا بقى من الفرن هنسيبه حوالي ساعة على رخامة المطبخ خليقيه بقى ناشف أكتر معنا تعالوا بقى نعمل علما الطمر الهندي يعني ينشف معنا تعالوا بقى نعمل الطمر الهندي اللي هو بالطريقة العادية جبت طبعا قطعة برضه من الطمر الهندي وزنها ربعمائة جرام هبدأ أطحها القطعة الغيرة وهحطها في حلة والقطعة دي بحط عليها أربع كبيات من السكر كمية السكر مش كتير خالص لإن احنا هنا بنعمل عصير طمر الهندي مركز اللي هو الشرباط المركز هنحط على الأربع كبيات سكر تمن كبيات من المية يعني كبيات السكر أصدها كبيتين من المية هنقلبهم بقى كويس جدا وهناخد بقى الحلة دي نرفحها على النار بس أهم حاجة ما نغطيش الغطى على الحلة بالكامل علشان بس الطمر الهندي بيفور وممكن يبوز لنا البتاجاز بتاعنا طبعا أول لما بيبدأ يغلي معنا أول لما بيبدأ يغلي معنا بنحسب بالزبط ربع ساعة وبنطف عليه بس أهم حاجة كل شوية بنفتح على الحلة ونبدأ لو في موجود أي رغوة معنا بالشكل اللي انتوا شايفينه لازم نشيلها علشان بس لو انتوا حابين ان انتوا تحتفظوا بالطمر الهندي في التلاجة أطول فترة ممكنة هنا خلاص بعد حوالي ربع ساعة بعد ما حسينا خلاص ان هو القوام بقى مركز جدا بالشكل ده المفروض هنا ان احنا نحط ملح لمون بس في ناس كتير ما بيحبوش ان هم يضوفوا ملح لمون بيقولوا انهم يعني ما بيفضلهوش من الآخر عشان كده جبت لكم بقى البديل بتاعه بديل اللي هو اسمه بديل اللمون ده طبعا بيتباع في أي سوبر ماركت هو اسمه أعماك طبعا أخدت منه حوالي تلات نقاط هو ما شاء الله مركز جدا تلات نقاط وخلاص كده الطمر الهندي بقى جاهز معايا وبعد كده زي ما انتوا شايفين بينجيم مصفة وهنبدأ نصفي فيها الطمر الهندي طيب الكمية البقية من الطمر الهندي دي هنرميها بقى? لا احنا هنستخدمها مرة تانية بس هنا بقى لو موجود أي رغوة كده على الطمر الهندي من فوق يفضل يعني ان احنا نشيلها أما بقى الأزايز اللي احنا نحط فيها الطمر الهندي بندخلها الفرن حوالي عشر دقيق فرن سخن يعني علشان نتأكد ان احنا عقمناها كويس جدا هنا الطمر الهندي لازم يكون سخن جدا والازايز لازم تكون سخنة هنبدأ بقى نحط الطمر الهندي في الازايز وهنا الكمية دي عملت معي ازازة وربع تقريبا تمام نرجع بقى لبقية كمية الطمر الهندي بنرجحها تاني الحلة وهنضيف بقى دلوقتي عليها كباية من السكر وهنضيف كمان من سبع كبيات لتمن كبيات من الميا هنخلطهم كويس جدا وهنرفع بقى الحلة دي مرة تانية على البتاجاز يعني بس المرة دي هنسيبه اول لما يغلي هنحسب عشر دقايق مش ربع ساعة بعد حوالي عشر دقايق خلاص بيكون غلة معي كويس جدا هناخده وهنصفيه مرة تانية وخلاص بقى بقية كمية الطمر الهندي اللي احنا صفناها دي خلاص كده معدناش محتاجينها هناخد بقى الطمر الهندي كده وهو سخنة هنكمل بقية الازازة اللي كانت موجودة معنا ولو في اي رغوة هنبدأ برضو نشيلها كده بقى عندي اللي هو النوع المركز اللي هتلاقوه ما شاء الله لونه غامي قوي والنوع اللي هو بيبقى ايه نص يعني مركز اما بقيت بقى كمية عصير الطمر الهندي هنسيبه لحد ما يبدأ يبرد معايا وبعد كده هحطه في ازازة ده بقى يتشرب منه عادي بدون اي اضافة مياه خالص هو كده مزبوط جدا معنا تعالوا بقى نرجع لبصفتنا الاساسية اللي هي الطمر الهندي اللي كان في الفرن طبعا ما شاء الله بعد شوية يعني بعد ما سيبته كده في حدود ساعة عايزة بس اسمعكم صوته بقى مقرمش جدا معايا ناشف جدا نقدر نحطه في مطحنة التوابل ونطحنه في منتهى السهولة طبعا كل ما بينسيبه بعد ما بيخرج من الفرن فترة طويلة كل ما كانت النتيجة افضل معنا هنحط بقى هنا كده في مطحنة التوابل وهنبدأ نطحنه طبعا ما شاء الله يا جماعة بيتطحن معايا في منتهى السهولة ولو فرضنا ان انت نسيتي بزرة ولا حاجة مش بتأثر خالص ان شاء الله على المطحنة وهوريكم دلوقتي ازاي طبعا بناخد الكمية كده ونحطها في منخل انا هنا بفضل المنخل احسن من المصفة علشان يصفي اي شوائب موجودة في الطمر الهندي بص يا جماعة كده هنخلص الكمية كلها طبعا ما بتاخدش اي وقت خالص شايفين في ثواني بنكون مخلصين الكمية كلها عايزة وريكم ان انا هنا كمان كنت بطحن يعني كمية ولقيت ما شاء الله كان موجود بزرة بس الحمد لله ما حصلش حاجة خالص في المطحنة بتاعة التوابل خلاص كده بعد ما خلصت الكمية كلها وما شاء الله هو يدوبك بنحطه من هنا واللي ايه تاني ايه ان هو زي ما بقى كده ايه يعني تجمع كده على بعضه فلازم نفكه بالمعلقة بالشكل ده هنعير بقى ونحط كباية ونص أو الكمية يعني عملت معايا كباية ونص من الطمر الهندي الخام المطحون هنضيف على كمية الكباية ونص دي هنضيف ضحفها سكر يعني كباية ونص من الطمر الهندي البودرة هيرقابلها تلات كبايات من السكر هل كمية السكر هنا كتيرا لا لا لان احنا لسه بنضيف مية هنضيف طبعا عليهم كده زي ما قدتلكم حوالي اربع نقط من بديل الليمون وده طبعا بديل لملح الليمون اللي انتو كلكم طبعا مش بتفضلون هنخلطهم كويس مع بعض وخدوا بالكم بقى من الخطوة دي بالبخخة بتاعة المية هنضيف كده حوالي ايه يعني رشة وراء الرشتين كده ونبدأ نخلطهم كويس مع بعض علشان الطمر الهندي يجي لشبه اللي احنا بنشتريه من برا بس طبعا مع مقارنة ومع فرق كتير جدا ان ده صحي اللي بنعمله في البيت كويس جدا مفيش فيه اي الوان صناعية هنبدأ بقى نحطه في اكياس كده ونقفلها كويس ومشوء الله الكمية دي عملت معايا سبع اكياس حجمهم كبير طب ازاي بقى يا موليلي نعرف نستخدم الطمر الهندي ده بس طبعا بنجيب الخلط بتاعنا وهنحط الكمية اللي احنا هنستخدمها انا هنا استخدمت ست معالق كبار من الطمر الهندي البدرة المركز هنضيف عليهم كبيتين من المية واهب محاجة المية دي لازم تكون سخنة معنا هنغطي بقى كده على الخلط ونسيبهم مع بعض في حدود ربع ساعة تمام بعد حوالي ربع ساعة لو انتم شفتوا هتحسوا ان هو خلاص ما شاء الله الخليط بقى صافي جدا معنا هنضيف كمان حوالي اربع كبيات من المية والمية بقى اللي انا هنا ضفتها مية من التلاجة يعني هنا ضفت ست كبيات من المية وصاد ست معالق كبار من الطمر الهندي بس بصراحة حاسيت ان هو مركز اكتر كان مفروض اضيف كمية مية اكتر من كده ده طبعا بقى كمية التمر الهندي اللي احنا عملناه كلها اللي هو المركز والنص مركز واللي احنا نعرف نشربه على طول واللي هو اللي احنا يعني عملناه من البدرة وعايزة بقول لكم هنا ان التمر الهندي البدرة ده فعلا طلع اختراع بصوا مركز جدا روح طقوية قوي افضل بكتير من اللي احنا بنعمله يعني في الخلاط على طول طبعا اول نوع اللي هو المركز كنا حطينا بس شوية صغيرين من الطمر الهندي وكان منا بقيته كباية مية اما اللي هو النوع التاني اللي هو كان نص مركز يعني حطيت نص كباية منه ونص كباية التانية يعني كملتها بالمية والنوع التالي استخدمته زي ما هو اما اللي هو كان عصير طمر الهندي البدرة ده كان بصراحة محتاج ان هو يتخفف بشوية من المية وازن بقى هنا بعد المنظر اللي انتو شايفينه ده انا عايزة الكومنتات كلها مفيش فاقة تسلم ايدك يا موليلي. لايك بعلا وعجبكم الفيديو. ربنا يحسن ما بين ايديكم وبالفة هنا وشفا. ما تنسوش يا جماعة ما تبخلوش علينا باللايك.